السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم باخر و الاخر اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد و طلبية جديدة بالنسبة للفيديو اليوم ف سيكونوا فيه ان شاء الله ثلاثة ديال الوصفات سنشارك معكم بروات باللوز بوحد العقدة اللي كتجي خطيرة رائعة رائعة سنشارك معكم بجميع الاسرار والنصائح باش ينجحوا لكم ان شاء الله من اول تجربة سنشارك معكم ايضا واحد الميني كيش اللي كيجي ورائعين شكلا ومذاقا وايضا غدي تشوفوا معي واحدة تحليات الباناكوتا بطريقة اللي هي سهلة و مبسطة بدون فلون ولا جيلاتين ولا اكترة المكونات بالنسبة للناس اللي كيبغوا هكذا تحليات علاقة بالرمضان اللي ميكونش فيهم من فلون وميكونش حتى الجيلاتين تبع ما يا اخواتي الفيديو حتى الاخير وما تنسوش تقولولي اللي عجبوكم بحل هاد الفيديو هادو اللي فيه معك دا وصفات متنوعة نبقى نشاركهم معكم وإلا ما بغيتو شو حل هاد الفيديو هادو بغيتو غير وصفة وحدة في فيديو واحد ولكن تكون لكونات كثيرة لان راكم عارفين دابا مع المعسلات ودكشي رغان نخدم الكميات اللي هما شوية كبارين قولوا لي يا نبقى نشاركهم معكم مهم اللي بغيتو انتوما خليوا لي في التعليق وانا شاء الله را غندير لحظة بالطلب ديالكم ما تنسوش اخواتي اللي عجبكم الفيديو كيف ديما ديروا لايك شجعوني بلايكاتكم الله جزيكم بخير وبرتجيوا الفيديو مع جانس اللي كتعرفوا باشتعم الفائدة واللي اول مرة كتزور القناة كنقول لك اختي مرحبا بكو الف مرحبا بتشتركوا في فعلي الجرس اي دائما توصلي بجديد الفيديوهاتي الي الي بدأوا باسم الله على بركتي الله واول حاجه عبدا بها معكم فقال ببدأ بتحضير العقدة هذه اللوز اللي غنحضر بها البريوات هدي نحتاج هنا يا 650 قرام ذي اللوز اللي اخذيتو اه اخذت عليه همه سخون وخذيته واحد خمسة دقيق في الماء وزولته من ذاك الماء وفسخته خذيتو غي واحد عشرة دقيق هيك فوحدة دقيقها في وحد البلاطو وضز مباشرة لنطحنه لم يتخلقه ليبات لا شيئ لم يتخلقه شيئا سوف نتخلق 150 غرام السكر حبيبات في العقدات اللوز لا يوجد برايوات أو الحلوات لا يوجد اكثر سكر سوف نتخلقه صغيره الزبدة تكون من أصل حيواني وصغيره القرفه وحزوه معلق الكبار نيسكلي وليس ممكن تعودهم بالعسل ولكن من الأحسن في الوصفة سوف نتخلقه رائعه وليس مظهر لا يوجد فيه أول شيء نأخذ اللوز سوف نتخلقه في الوصفة الآلة التي ترواه في الأول سوف نتخلقه لا تطحنه جيدا بحالة سوف يتخلق ومن بعد سوف نتخلقه ثم نتخلقه الزبدة تطحن الزبدة تطحن الزبدة ثم نتخلقه الزبدة ونأخذ الزبدة ونأخذ الزبدة أضع الزبدة سوف نضيف الزبدة سوف نتخلقه للمرة الثانية لكي تحصل على العقدة سوف نتخلقه لأنني لدي هذه الألة التي تطحن بها لما تطحن بها لكي تشتريه لكي تطحن بها لكي تطحن الزبدة لمن بعد سوف تتخلقه حتى تطحن الزبدة لن تطحن الزبدة وطعل زبدة سوف نجمع العقدة باللوز باللوز لكي لا يبدأ يطلق لها الزيت وتخرج العقدة مية الدماء وتبدأ تطلق لها في الزيت و تجي قاسحة الأخوات التي لديها الكراميل سوف تستعملون سوف أعطيكم كراميل وصافي هنا كيف تلاحظوا معي العقدة تكون عندي وعجدة شوفوا كيف تكون أكثر طبية وطرية وناجحة 100% لا تظهر لها أي شيء دعونها غيرها سوف تجيب بنينة واحد لقو مميز سوف تلقوه في البريوات بعد ذلك العقدة سوف نقوم بها و سوف نوزنها في الأول ما وزنت معكم أما في الأخيرة سوف نرغي عيني ميزاني بالنسبة للقياس العقدة التي سوف نحضر بها البريوات لكل حجمهم متوسط وليس كبار وليس صغيرين سوف يكون بين 10 و 11 قرام سوف نقوم بها سوف نقوم بها سوف نقوم بها سوف نقوم بها بلاستيك غدائي ونجدها حتى نجيب الورقة البريوات لكي نعمل سوف نقوم بها سوف نقوم بها نحضر كبار سوف نقوم بها سوف نقوم بها كمية البريوات أخذت كيلو كمية البريوات سوف نقوم بها نقوم بها كمية البريوات على ما نسالي نصف الاول عاد و نجبد نصف الثاني نقطع هذا النصف اشريطة من قياس مهم بالنسبة للعبارة التي نقوم بها 3 سبعة و نقطع يعني هذا النصف دائرة نخرج منه 3 ديال الاشريطة التي يكونوا بنفس القياس 3 ديال السبعة يعني هي تقريبا 1 صنطيم في القيس العرض المهم هنا بالنسبة لها ديال الورقة لا ندهنها في الاول حتى نبدأ نخدم بها هنا نحن نضيف الاشريطة نحن نحن نستفن فوق الطاولة غير بشكل سالعي لخدمة نضيفها 3 ا 4 ا 5 دقاء 1 نحن نضيف كل واحدة بوحدها نضيف الاشريطة كما لحتموا معي نضيف الجهة التي تكون حرشة الفوق والجهة التي تكون ملثة تحتها وهنا نبدأ ندهن الورقة بالزيت ولكن يكون دهنة خفيفة لا يكون كمية كبيرة للزيت لانه إذا كنترنا يوم الزيت ستبدأ تمزق لنا الورقة وفاش نضيفها في المقلة سترتق لنا سوف نضيف الكويرات اللوز سنضيفها في القيس المعضة على التقشير نضيف هاته بنا لديكم شعرت برأيوات سبقي شاركت برأيوات عدة مرات في تفاصيل الوبيir دابعا نضيف ملك بصراحة لم يتركز عليكم هذا فقط لانه بنفسك من الملابطة يشكل البريوات بطريقة سهلة بطريقة سهلة يجب أن نقوم بطريقة الكويرة العقدة في القنت وفي الآخرة نلصق الخالط الماء و الدقيق نستطيع التبصيل الصغير و قمت بطريقة سهلة و الأمر كان يجب أن نقوم بطريقة السهلة سوف نقوم بطريقة السهلة وسوف نقوم بطريقة السهلة ارتفع المقلة القطعة ثم ارتفع المقلة كيف تلاحظون معي نجد الوقت لنقل المقلة و اختلت مقلة و ارتفع المقلة هناك كمية كثيرة ارتفع المقلة لديها كمية بسخنة ازيت و ارتفع حبات لذلك التي تستخدم المقلة و ارتفع المقلة اضافة للمشاكل نحرك فيهم كل مرة لان يحركوا للمشاكل لا يتحمروا من جهة و الجهة يكون بيض او لان يكون اللون مغلوق في الوسط هذا الطريق من الجو ياخذوا لون موحد لأن المشاكل تتحركوا للمشاكل لن يقوم بكثير الألوين مذهل وضعت صفاية وضعت فيها برايوات بعد ان يتم المقلاة نجد ان تقطرهم جيدا بالزيت لكيماية الزيت التي تجعلهم لا يشدون العسل و لا يدخل العسل من الداخل ووضعتها مباشرة في العسل التي تكون باردة و خفيفة لا تكون تقيلة بشكل عسل الشباكية سوف نجد الكيمياء التي تبقى لها بنفس طريقة التي شاركت معكم وضعتها مباشرة في العسل التي كما سبق لها و ذكرتها تكون باردة قمت بتجعل الإناء كبير من الأحسن لتجعلهم في العسل على الأقل ساعة و ساعتين وإذا كان لديكم الوقت تجعلهم محتلين لكاملة سيكون أحسن كما لحظتم معي من بعض المساليتهم كاملين لا ترطقون و لا تخرج منهم لعقدة لا تحتاج شيئا ارا كيجي ورائعون و لون اللي هو موحد كيجيوا كدام مذهبين كيجيوا ببنانين غيجربوهم و أرضو علي الخبر مهم صافي مهم بعد مسالي الدبا البريوات سوف نحضر تحليه باش تبرد ليا تاخد وقتها الكافي باش تبرد بالنسبة لها الباناكوتا سوف نحتاج فيها هنا نصف لتر الحليب خدوا أي حليب عادي نصف لتر الكريمة السائلة تستطيع تعوضها بالحليب يعني يديروا لتر كامل للحليب ولكن لا تستطيع تغير الكريمة لأنها تعطيها رائعة ثلاثة المعالقة ثلاثة المعالقة ثلاثة المعالقة السكر الزوج الأكياس السكر بالنكهة الفانيليا اللي ممكن تعوضه بأي نكهة تفضله سوف نضع فيها المكونات كاملين الحليب والكريمة والنشاة والسكر ويمكن ديرهم كل شي دفعة واحدة وسوف نحرقهم جيدا بوحد الخلاط يدوي من بعد سوف نأخذهم وسوف نديرهم فوق نار اللي تكون مهيلة مع التحريك المستمر لا نحبس نهائيا لأن ركما عارفين اللي تكون النشاة ضروري متحرك سوف تحركو 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 حتى كنت تحصلوا على الخليط اللي يكون عقد واحد شوية كيفما كنت لحظو معيا بهذا الشكل هذا كيفما كنت لحبتوا معيا كيف كان قاوم ويكون عقد غير شوية ماشي بزاف سوف نأخذوا مباشرة نديرهم في هذه الليفيغين لا تستطيع ان اضعها في اي كقس متوفرين سوف اضعها الخليطة ونحاول ان اضرب حتى لا تجمد ونجعل الفراغ من فوق الكاس لان اضعها الطبقة التي ستكون بالفرمبواز سوف اضعها معلاجا ونضع الطبقة التي ستكون بالفرمبواز سوف اضعها نصف عصر حمضة صغيرة ونضعها نصف عصر حمضة صغيرة ونزوج معلق السكر حبيبات اضعها نصف عصر حمضة ونضعها في قنار تكون مهيلة لا تستطيع ان اضعها في الوقت 5 دقائق او 6 دقائق يجب ان اضعها حتى تكون مهيلة تستطيع ان تكون مهيلة كما تستطيع ان تكون مهيلة ونضعها فوق الكاسي كما تستطيع ان تكون المهيلة لا تستطيع ان تجمد سوف ندخل هذا الفخون من فوق كما تلاحظه بسرعة هو باقي سخون لكذا يجمد فوق الباناكوتا سوف ندخلهم من الثلاجة يبردون على خطرهم يأخذها 1 ساعة أو 2 ساعتين أو على أقل من سعارك يكونوا واجدين سوف ندخل عجينة الكيش سوف تكون عجينة صغيرة سوف نحتاج 350 جرم الدقيق الأبيض من الأحسن يكون النوع ممتاز سوف نحتاج 125 جرم الدقيق سوف نحتاج 125 جرم الدقيق من أصل حيواني سوف تستعمل المارغارين سوف تستعمل المارغارين سوف تكون صغيرة نصف العقة صغيرة المتاخد و رشة فلفل أسود سوف تضيفها رشيشة الملح و سوف نكمل به العجين سوف نجمع به العجين سوف نضيف الفلفل الأسود والملح على الدقيق سوف نضيف الزبدة بالنسبة للزبدة سوف نقطح طريفة صغيرة لكي تغيير في العجين و تسهل علي الخدمة و من الأحسن الزبدة لا تكون سخونة سوف نبسس الخليط سوف نقوم بتجمع الزبدة سوف نضيف الزبدة سوف نبسس خليط بسبب نضيف الحب البيض و نضيف نضيف الحقص صغيرة المتاخد و سوف نتضيف العجين اذا كان لديكم الحليب و اريد ان تعود الماء بالحليب تستطيع اضاف الماء اذا كان لديك نظيف الماء قليلا بشوية و لا نكتر بشوية من الماء غير جهد اللغة تجمع لي العجينة تقريب ان اضافت 1-4 الماء فقط العجينة تكون قاسحة و لا تكون مطلقة او مرخوفة لكي يجعوني لكيش هشاشين وفتيين بعد ان اتجمعت لي العجينة بلا تجمعها في بلاستيك غذائي ندخلها للتلاجة ترتاح 1-5 دقائق او 10 دقائق و سنجبتها لكي نخدم بها هنا من بعد ان اضافت لي العجينة سنجدها مباشرة نخدم بها اضافت 1-5 دقائق على حسب الوقت الذي لديه ضيق اضافت طويسة اليميني كيش او اليميني تغطلت كما تلاحظوا معي هذا هو سامبل اذا كانوا لديكم مشارطين مع الجناب تستطيعوا تستعملهم هذا هو صغيرين و ليس متوسطين كانوا صغيرين و كانوا متوسطين و كانوا الكبار مهم سوف نبدأ كما نعمرهم العجين كما تلاحظوا معي انا كنخدم بها الطريقة جيني سهلا كان اخذ واحد شوية دي العجين نبسطها كما بين سباعي و كان نبدأ نلبس به ذاك القوالب احسن مع ان انا نرققوا العجينة و نبدأوا نطبعوا هكذا يضع لنا العجين بزاف هكذا كما تلاحظوا معي كان بقام استمره بنفس الطريقة كان اخذ شوية دي العجين و كان نبسطه بين سباعي و كان نبدأ اللبس به ذاك القالب اللي عندي و كان نضغط عليه مزيان بشكل شكل دي العجين و من بعد ذاك الزائد دي العجين و كان نحيدو بواحد الموس مهم طريقة رها بينا و الفيديو رها شارح نفسه بنفسه انا غدي نستمر هكذا بنفس طريقة حتى ندرد الكيمياء اللي عندي دي العجين دي العجين حيثنا عندي غير 15 رمول قد نخدم 15 رمول و من بعد نرجع نخدم 15 خورين و من بعد ما ساليتهم غدي ناخد هكذا واحد الفرشيطة و كان بدا كذا نتقبدوك اللي فون دي العجين كيف ما تلاحظوا معي كان نتقبوهم مزيان باش ميتكمش لياف الفران و باش ميتديفورماش يعني اخصوهم بقواكذا محافظين على ذاك الشكل دي العجين و كنبدأ نغلف بهم ذاك العجين باش غدي نتقلهم لان انا غدي نتقلهم مكتب حمص ولا روز ولا لي كان باش ميلسقش لي ذاك الحمص على العجين كندير هاد الكيسة هادو باش مالين نبغي نخوهم باش نزغردوك اللي كيسات و كيتخواولي صفي انتم كما لحتموا معي لابستم كامرين نبدوك اللي كيسات و غدي نتقلهم منايب واحد دي الحمص مخلط مع الروز و العدس المهم اي حاجة كسبك عندي انا مخدام كندير هادو كنحفظ بها غير اللي حسب ليكيش و ليطاق طويلات خلال هادو كامله كامله كيفما تلاحظوا معي و هادو نديره في لطا اللي كتدخل الفران هندخلهم الفران يطيبه بمدة 10 دقائق 12 دقيقة مهم ما ياخدوه بزاف الوقت في الاول لاني غير غير تشمعوا واحد يوصافي مهم انا قطيبهم من الفوق من بعد هبطهم من تحت واحد دقائق و نخرجهم لان نخرجهم و نخرجهم و نخرجهم و نخرجهم 15 دقائق و هكذا نخرج 5 دقائق حتى ننسى العجين اللي عندي كامل اخرج لي تبارك الله او 43 حباب هذا الحجم شوفوا معي بطيبهم كيف يكون يعني غير مشمعنا لان نخرجهم طيبهم مرة اخرى مع الحشوة لان لا يتحمروا فوق القياس نضيفهم و نضيفهم بالنسبة للحشوة اخذيت المقلاة زيت ناباتية ايضا 200 جرام صدر الدجاج او صدر ديكورومي او الكفتة او لا تستطيعون او صدر الدجاج اللي قطعتهم مكعبة صغيرة لان عندي لكيش صغيرين سوف نضيفهم مكعبة صغيرة لكيش لا يأتيوا خارجين على لكيش من بعد ما تشحر لي واحد شوية الدجاج سوف نضيف عليه واحد البسلامة وسط قطعة مكعبة صغيرة واحد نص حباب الفلفل اصفر و نصف الفلفل احمر و اذا كان عندي هدف تلاجه اذا كان عندكم الفلفل اخضر تسارى ان تخدر هدف الفلفل صفر مع الفلفل احمر نضيف فلفل اصفر و نضيف لديهم ثومة و القصبر و ماعدنوس والملحة والفلفل اسود الغزقة نضيف ت Leyو الطوما و القصبر و ماعدنوس و رشيشة و فلفل اسود نضيف لهم سطلق فهناي مضايقه قمت باستخدام سوف نستخدمه في ساعة الفرن كيف تلاحظه معي لذا سوف نعمره بالحشوه سوف نعمر فهناي اصدقاء ملعقة صغيرة ومن احسن أن نعمره لن يستخدمه الوضع ويستخدمه لأيض قمت باستخدام المعلم صغيرة في مصدر الصغير سوف ننزل على المشفى يحتاج لكيش الحبات البيت ورميه مالك برشيشة ملحة ورشيشة الفلفل الزوج معلق الانشاء 200 ميليليلتر كريمة الطبخ سوف احتاج لكيش حسنا وحتاج لكيش القطع الجبن المثلث نسيت محطة شناية قدامكم في المقادير كيفما كانت لاحظة معي راح خلط المكونات كلهم مع بعديتهم يعني حركت ذاك البيض مع النشاو والفوف الأسود وضفت عليهم ايضا واحد شوية ذاك الكريمة باش تخفف لي شوية الخالط لانك يكون عاقد بزاف في الاول من بعد رضفت هادو كجوج قطع ديال الجمل المثلت ونحركوا مزيان احتهما مع المكونات اللي عندي ونضيف الكيمية اللي تبقات لي ديال الكريمة كلها ونزيد نحرك مزيان حتى نتحصل لك دعلى واحد اللي تكون رائعة وبنينا ونأخذ هنا الكيش ديالي ونضيف لهم ديال الكيش كما تلاحظوا معايا كنا حاولا كنا ندير معلقة واحدة كبيرة في كل حبة ديال الكيش غير القياس اللي غاي عمر لي هادوك اللي فون باش ما تتعمروش بزاف ويبدو يسيحوا كده مع الجنب لاني لا ساحوا مع الجنب را غاي يضيعوا الشكل ديال هادوك اللي كيش هادو صافيهم من بعد فاش كنا نعمرهم كاملين غادي نرجحهم مرة خورا للفران على النار اللي كانت تكون مهيلة واحد المدة ديال 10 دقائق حتى 12 دقيقة انا درتهم من الفوق مدة ديال 10 دقائق كانت النار تحت منهم ورجعتهم لتحت واحد المدة ديال زوج دقيقة على ما تحمروا كده من الوجه ديالهم غير يدهبوا يعني ما يتحمروش بزاف مش ميبنوش وحالهم محروقين وانا من بعد ما خرجتهم الفران انتم ما شوفوا معاي كيفش كيكون الشكل ديالهم صارحة را كيجي ورائعين رائعين سواء انا كده في العراضات في لي بوفي او في لي القوتة ولا را كيكون علي مطالب بزاف بزاف هادوك اللي ميني كيش هادو من بعد غادي نضيف لهم احد لمسة اخيرة اللي كتبقى اختيارية واحد شوية ديال الجمل المبشور اللي غنديروها غير من الفوق وهاكده كيكونوا اللي كيش ديال ولي واجدين ونفس الشيحة بالنسبة للتحليه من بعد ما خذت وقتها الكافي في تلاجة يعني ادرتها في المبرد ومشي في المجمد شوفوا كيفش كتجي كده رائع ومتماسكة وحتى تلك الطبقة اللي من الفقرة ما فيها لا فلون لا جيلاتين لاحتي شي حاجة وشوفوا كيفش كتجي متماسكة ايضا البريوات تهو ماء من بعد ما تعسلوا مزيان اخذوا وقتهم الكافي باش يتعسلوا سنصفهم دابا في واحد صفاية ونجدهم يتقطروا من داك العسل مزيان باش ميوزنوش لي بزا فرقم عارفين خصوهم تصفهم من العسل باش الميزان يكون صافي وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبية ديالي وما اللي شاركت معاكم صراحة كانت خفيفة ضريفة ولكن كانت ممتيعة في الخدمة وكل شي كان زوين كل شي كان في المستوى والحمد لله اهم حاجة عندي وانا الكلياني يأخذوا الحاجة وتعجبهم بالنسبة للبريوات فصراحة يأخذوا وراها المدق ديالهم يأخذوا مميز وراها كما اللحظتوا معي يعني ما كيت تردقوا محتش حاجة كيبقوا هما هما يأخذوا وراها يأخذوا وراها ملكنهم عسلين من الدخل خرجت منهم زوج كيلو كيف ما سبق لي وذكرت البريوات كان يأخذوا 150 درامي الكيلو اما بالنسبة للمينيكيش فتاوما يأخذوا وراها شكلا وماذاقا هاد المينيكيش هادو خرجت منه 40 حبة ثمانا لتخرجوا 3 درامي لحبة ممكن تخرجوا بزوج درامون سراتاية مثل كاوفيه الخير والبركة انا فتحت معاكم انا واحدة كيف يأخذوا كيف يأخذوا لان سأخذوا 42 حبة يعني ذوكو زوج زائدين نفس شي ايضا حتى بالنسبة للتحليات هي خطيرة في المداق وخفيفة وبنينة ما تشبعون منها هذه خرجت من اغي عشرات الحبات بالنسبة للتحليات الباناكوتا انا كنخرجها ب12 درهم بهذا الطريقة وهذه الخدمة وبليفيرين ديال الزاج شوفوا معايا من بعد ما فتحت ليكم كيفاش كتجي رائعة وشوفوا كيفاش كتجي متماسكة وعقدة الفيديو ديالي هنا غادي سالي انتمنى اخواتي تكونوا استفتوا معايا نخليكم دابع الى فيديو الجيد ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة